بإذن الله لأي مجتهد النصيب إنت لو اجتهد رح تشوف نصيبك تمام؟ أي شخص رح يتعب أنا أخوكم تمام؟ ممكن أصغركم سنة تمام؟ توظفت 13 وظيفة تمام؟ دخلت سوق العمل من وانا استنسبت دائي ما دخلت الحاجة ما دخلت لأي شيء الحمد لله كل شيء متوفر لي ولكن كنت أحب إني أجرب اشتغلت أول راتب 200 ريال شهر كامل 200 ريال كان هذا الشيء سعادة بالنسبة لي كان شغلتي إنه أحط الأكياس بس شغال عند دخالي أحط الأكياس رحت أولا متوسط أرقاني صرت أرتب العطور راتب 500 ريال ثاني متوسط راتب 1000 ريال ثالثا متوسط راتب 1500 ريال صرت مشرف على المحل كامل أنا في ثالثا متوسط مشرف على المحل كامل أنزل بضاعة تواصل مع العملاء تواصل مع الكل تمام؟ هذا الشيء بالنسبة لي المحلات اللي جنبي كانوا يستغربون سعودي إنه يشتغل وبثالثا متوسط تمام؟ والشيء الثاني إنه صغير في السن وما شاء الله كيف يقدروا يبيع هذا الشيء هدف بالنسبة لي أولى ثانوي قدرت أنوع في الوظائف دخلت مجال الورد دخلت مجال معجنات مجال الحلويات الجوالات الملابس جنبت على هذه كلها صرت ثانية ثانوي أنا بنفسي عندي تجارة في ثانية ثانوي أنا عندي تجارة هذه التجارة اللي محل وقت ثالثة ثانوي توظفت في شركة أحلم أني توظف فيها يعني هذه الشركة قدمت عليها مقاربه خمس مرات ويردوني خمس مرات أجيهم يردوني يقول لي صغير في العمر أبو أشتغل صغير في العمر يليين ثانية ثانية يقبلوني اشتغلت كاشير الحمد لله ربي وفقني من كاشير صعدوا للإدارة من الإدارة للمالية من المالية إلى مدير قسم الإعلام الإعلام تمام وهذه كلها أنا أحمل شهادة الثانوية دخلت الكلية أنا إنسان مهمي في دراسة الكلية دبلوم الناس سيأخذوا فيها سنتين ونص أنا أخذت فيها خمس سنوات كل سنة أحمل ثلاث مواد أربع مواد من الشغل ألا من أول شغل لأني موظف مقاولات لأ الحمد لله أنا قدر أجتهد بس كنت موظف مقاولات براند الشوكوليت الشركة والدراسة فكان أنا لا أقدر أنام لا أقدر أركز لأني ما أخليت في بالي شيء واحد كنت متفرع هذا الشيء اللي ممكن سببلي يعني في الدراسة الحمد لله قدرت أتخرج بمعدة ثلاثة فاصل خمس سبعين ماشا الله كان معدلي واحد فاصل سبعين قدرت أربع ثلاثة فاصل خمس سبعين لله الحمد أنا أتخرجت هدفي الوحيد في الحياة إني أوصل للي أبغى اللي هو البيزنس كل شخص من هذا المكان أقول له أنت تقدر أنا ما أبغطوه عليكم في الكلام بس أنت تقدر خطت الله يسعد بالعكس استفيدوا ونتفيدوا الله يسعدكم والله بالعكس أنا أتعلم منكم أخوكم الصغير أنا بعد برنامج أخوكم أخواني بعد برنامج نحن في حاجة الشي هذا كلنا في حاجة الشي هذا أنا ما قلت هذا الكلام إلا أنا في ناس يلست معاهم والله يا جماعة